موسيقى حياكم الله متابعي الإخبارية السورية إنما كنتم وحدات الجيش العربي السوري تواصل تمشيط الأحياء الشرقية في مدينة حلب ووزارة الدفاع الروسية تؤكد العثور على عشرات الجثث لمدنيين أعدمتهم التنظيمات الإرهابية وأنها تعمل على توثيق هذه الجرائم ما بعد الانتصار في حلب نحور نقاشي هذه الحلقة مع رئيس اتحاد الكتاب العرب سابقا الدكتور حسين جمعة أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا بكم أهلا كيف تابعت ما جرى في هذا الانتصار الذي احتفى به الشعب السوري رغم الجراح والآلام وما هي ملامح المرحلة المقبلة ما بعد حلب دكتور أولا نبارك لشعبنا ولجيشنا هذا النصر المبدأ المهم جدا على طريق عودة سوريا كاملة إلى حضن الدولة شاكرين للأصدقاء للمقاومة ما قدموه من دعم مخلص صادق لجيشنا فحقق الانتصار لشعبنا أولا عندما تكون حلب بثقلها الاقتصادي بثقلها الاجتماعي نعم بثقلها أيضا الاستراتيجي لأن المشكلة أن حلب استراتيجيا في موقع مهم جدا للتنظيمات المسلحة والعصابات الإرهابية ومن يدعمه لذلك عندما تعود المدينة بعد خمس سنوات من الأسر بأيدي هذه العصابات الإرهابية فهذا انتصار مهم واستراتيجي فيما ينبغي أن ينظر إليه بعد ذلك يعني صحيح أن الحلبيين سكان حلب المدينة قد ارتاحوا مبدئيا من المشكلات التي تواجههم مع العصابات مباشرة لكن هذه المشكلات ما زالت قائمة كما يعرف الجميع بانتقالها إلى ريف حلب ولذلك إذا كانت قد تخلصت حلب الشرقية من إجرام هذه العصابات فحلب الغربية سوف تأتيها القدائف من العصابات الإرهابية من كل مكان وبشكل خاص من الجهة الغربية لذلك الخطة الآن التي ينبغي أن يضعها الجيش العربي السوري والأصدقاء كيف يمكن أن يخططوا لتنظيف جميل لتنظيف الريف الغربي من هذه العصابات ضمن هذا السياق الهام الذي اقتحمته ضمن حديثك نقتبس من كلام السيد ميخايل بوكدانوف مساعد وزير الخارجي الروسي حيث قال أهداف العملية العسكرية بعد حلب تحددها الحكومة السورية لا شك في أن السيد الرئيس قد أعطى القرار أننا سنواجه الإرهاب أينما كان وسنحرر سوريا من رجل هذا الإرهاب إذن الحكومة أخذت قرارا بلسان السيد الرئيس وبأن على الشعب السوري وعلى الجيش السوري أن يتهيأ كاملا لما بعد حلب ولما بعد بعد أريف حلب أيضا إذن هذا القرار أخذ ما علينا إلا أن نعمل بشكل استراتيجي حقيقي لتخطيط معركة مواجهة ولا سيما بعد توقيع الرئيس أوباما كما يقال الآن خرج للعلن هو كان قد قدم السلاح سابقا لكن الآن أصبح يعني إذا لم تستحي فأصنع شرعا هذا التسليح شرعا هذا التسليح إذن علينا أن نخطط للمواجهة الحقيقية التي ستكون في ريف حلب ولا سيما أيضا أن تصريح أردوغان لم يكن هذا التصريح إلا استمرارا لتوجهاته القديمة أي تصريح أي تصريح لابد من إيجاد ملاذ آمن في ريف حلب ومن هنا دخل إلى المنطقة الشمالية وبشكل خاص ما يسمى بدرع الفورات دخل من أجل أن يكون له موقع في المستقبل طيب ما الذي حصل إذن في الاجتماع الثلاثي في موسكو كان هناك بنود استغربنا كيف يوافق أردوغان عليها هل سينقض هذه سيدي ليست القضية ليست القضية أنه كيف تستغرب أو كيف سيوافق أردوغان هناك استراتيجية طويلة الأمد والكذب كما يقولون على الحبل وعلى الجرار لا تستطيع أن تثق بأردوغان ولو للحظة واحدة لكنه هو الآن محصور بالزاوية تماما ولهذا وقع على أنه سوف يقاتل الجماعات الإرهابية هو هذا الأمر وقع مع إيران ومع روسيا هذا الأمر صحيح ما الجماعات الإرهابية التي سيقاتلها هنا السعر داعش وجبهة النصرة فقط وإذا صدق أنه سيقاتل جبهة النصرة لأن جبهة النصرة كما يعرف الجميع تحولت من شكل إلى شكل لكن الجوهر بقي واحدا جند الفتح أو جيش الفتح سمها ما شئت الآن إنما هي مدعومة على نحو ما من الدول التي كانت تدعم سابقا كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها أردوغان إذن هو يلعب في الوقت الضاع من أجل أن يكون له موقع في الحل السياسي القادم لسوريا جميل جدا كيف نفهم أستاذنا الفاضل هذه الأخبار وأنباء صدرت عن وكالات متعددة أن هناك اتصالات روسية تركية قائمة الآن مع الفصائل داخل سوريا لمحاولة الوصول إلى وقف للأعمال القتالية وقف لإطلاق النار كما يقولون لاحظ العاقل الحكيم هو الذي يوقف القتال وهذا طلب سوري طلب الدولة السورية أنها لا بد أن توقف القتال وتسعى إلى حل سياسي لكن من الذي رفض كان يرفض دائما إيقاف القتال ومن الذي كان يرفض الحل السياسي هم الذين يريدون أن يمزقوا سوريا أن يمزقوا الجسد السوري ولذلك هو عندما أردوغان أو أي إنسان آخر عندما يدعو الآن تحت ضغط المصالح الروسية التركية إلى ما يسمى بوحدة سوريا المعروفة هكذا هو يراها لكننا نراها جوهرا وحدة الأرض ووحدة الشعب وأيضا نرى السيادة الكاملة للدولة السورية على كامل أراضيها لكن هو يريد أن يلعب بهذه القضية من أجل الضغط على ما يسمى بالورقة الكردية التي ينبغي أن نفطن جميعا لها من أنها ستكون الشوكة التي يمكن أن تبقر بطن الإنسان ولذلك هو يريد من هذه الزاوية أن يتعامل مع القضية التي نجدها الآن في حلب على أساس أنه يحارب الإرهاب بينما يتمدد حقيقة يحاول أن يتمدد من أجل إيجاد ملاذات آمنة لأولئك الإرهابيين الذين يدعمهم بما يصرح به أردوغان وبما يقوم به على الأرض هل أردوغان يجامل القيادة الروسية خاصة بعد الإحراج الذي تعرض له بعد مقتل السفير الروسي في قلب أنقرة أم أنه فعلا غير الاستراتيجية سيدي ليست لا تغيير استراتيجية ولا مجاملة السياسة فن المكر والدهاء والأصل في السياسة عند بعض السياسيين أن يلعبوا من خلال الأوراق التي توجد بين أيديهم إلى أن يأتي ظرف أفضل الظرف الذي الآن يمر به أردوغان وتمر به الحكومة تولكية ظرف صعب لذلك هو يتعامل مع الظرف الصعب الآن ولا سيما أن هناك تغيير في الإدارة الأمريكية هذا التغيير ليس معروفا إلى أين يتجه بالشكل الواضح والصريح لذلك هو حتى في هذه المرحلة يلعب على هذه الأوراق مع روسيا من أجل الوصول على الأقل إلى بعض الرضا الروسي ولا سيما بعد الانزعاج كان هناك انزعاجان انزعاج أول بالطائرة كما تعرف وكانت العقوبات شديدة الانزعاج الآن الثاني باغتيال السفير الروسي هذا الانزعاج هو يخشى من عواقب الثورة الروسية كما يقولون ثورة الفكر الروسي ثورة القائد الروسي استنادا إلى ما خبره من العقوبات التي أجرتها روسيا على تركيا بإسقاط الطائرة لذلك هو مثل ما يقولون لأنه يلعب في السياسة ولا مجال له إلا أن لعب بهذا الإطار نجد أنه الآن يلعب على هذا الإطار بتهدئة السياسة الروسية من أجل أن لا يصاب بما أصيبت به تركيا من قبل إثر العقوبات التي كانت نتيجة إسقاط الطائرة الروسية قبل قليل أستاذنا الفاضل تحدثت عن موضوع تسليح واشنطن لما تسمى بالمعارضة المعتدلة تصريح واضح من موسكو قالت به بشكل لا يقبل القسمة على اثنين وهي منزعجة جدا من هذا القانون قالت إنه خطوة عدائية تماما تجاه موسكو سيدي يفترض للسياسة الروسية التي قامت بدور مثل ما يسمى دور المهادنة المصالحة مع الغرب وكانت تريد أن تصل على الأقل إلى خطوط تلاقي بالسياسة الدولية لكن من سيطر وهيمن على العالم منفردا لا يقبل شريكا لهذا السبب أنت تلاحظ أن الروسيا والسياسة الروسية وليفروف كان دائما يقول شريكنا شريكنا سواء كان الغرب برمته أم الإدارة الأمريكية الآن لم تعد هناك الشراكة بين الإدارة الأمريكية وبين الإدارة الروسية لأن الإدارة الأمريكية تعلم علم اليقين أن الورقة السورية التي ورقة الحل السوري تسعى الإدارة الروسية إلى الإمساك بها ومن ثم حلها حلا حلا صادقا وليس حلا كاذبا ومن هنا كانت كلما وصلت إلى شبه حل كانت أمريكا تهرب بعيدا وتتعذر بأشكال كثيرة لذلك على روسيا الآن أن تدرك تمام إدراك بأن الإدارة الأمريكية هي إدارة معادية للمصالح الروسية لا يمكن أن تلتقي المصالح الأمريكية والمصالح الإدارة الحالية أم القادمة؟ لا حاليا ولا قادميا ينبغي أن تكون هناك اسم سياسة التعامل بالمصالح لذلك كيف يستطيعون توزيع المصالح؟ الآن أنا أجد أن الإدارة الأمريكية اعتدت على المصالح الروسية مباشرة لا يستمط مأنا من إدارة ترامب دكتور سيدي رجل أعمال هذا تاجر من يفكر بأنه يمكن أن يكون له موقف مبدئي فهذا مخالف للمنطق الطبيعي لمنطقة التجارة إذن على روسيا وعلى هذا الحلف الاستعداد ربما لما هو إذا لم يكن مشابه لما قام به أوباما أو ربما لأصعب كله وارد أن تلاحظ الآن فلاديمير بوتين يشتغل على أولا هذا الخطاب الحكيم العقلاني الذي يتوجه به إلى هذا الرجل الجديد للبيت الأبيض والذي جاء من خارج المؤسستين الديمقراطية والجمهورية وكلنا يعرف هو يريد بأنه وصل بحكمته وصل بتفاعله مع الرجال الأعمال ولذلك ينبغي عندما نجح في الوصول إلى البيت الأبيض ينبغي أن لا يضيع هذه الفرصة بإقامة على الأقل مصالحات وعلاقات طيبة مع كل الدول بما فيها الدولة السورية هذه الرسالة ما زالت قائمة وما زال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طبعا أستطيع أن أقول يقامر على هذا التوجه إذن هل ترى بأن الإدارة الأمريكية بعد الهزيمة المدوية في حلب خطط الخطوة الأولى وفي السيناريو الذي ستتبعه ما بعد الهزيمة في حلب من خلال هذا القانون وما الذي سيتبع هذا القانون إذا كانت موسكو تؤكد أنها قلقة وبالتالي هي تنتظر أيضا أشياء سيئة من أمريكا والسادة المشاهدون يعرفون بأن الإدارة الأمريكية لديها من الأقمار لديها من المعلومات لديها من الخبراء ما يستطيع أن يقدم لها المعلومات الكثيرة وأيقنت أنها في حلب لابد أن تكون مهزومة لذلك كما نعرف حركت فلول ما يسمى بداعش من جديد وجاءت إلى تدمر إذن هي تلعب في الأوراق لتنغص على الدولة السورية وعلى الحلفاء النصر في حلب وأيضا أن تلاحظ أن خلال معركة حلب المعارك في الموصل تغيرت حتى التوجهات حتى التوجهات بدأت تتغير كثيرا ولم يكن نحن نعرف بعض المعلومات من بعض العراقيين من أن هناك أشياء في الخفاء فيما يتعلق بشأن تحرير الموصل ولذلك الآن لاحظ النغمة الجديدة التي بدأت تظهر للوجود وينبغي أن نفكر فيها مطولا من التصريحات الأمريكية تقول من أن حل الحل في الموصل والحل في الرقة متساوين وأن هذا الحل ربما يبقى حتى سنتين قادمتين معنى ذلك لاحظ اللعب هنا كيف يمكن أن يكون على الخطين معا على الخط العراقي وعلى الخط السوري ولذلك من هنا أنا أوجه دعوة إلى القائمين على العمل الميداني في الدولتين أن يكون هناك تنسيق جدي بين الجيش العراقي والجيش العربي السوري وأن يكون هناك تبادل في المعلومات هل أنت راضا عن حجم هذا التنسيق؟ إذا لم يكن في الإمكان ففعل بما كان طبعا نحن نوجه تحيتنا للجيش طبعا التصريحات السياسية إيجابية إيجابية من الجانبي نحن نوجه تحية تحية الإجلال والإكبار للجيش العراقي وللحجر الشعبي الذي يقوم أيضا بالدفاع عن أرضه ووحدة أراضيه ومن ثم هو أمامه مشكلة كبيرة غدا فيما تعلق بوحدة التراب العراقي أيضا هذا نحن عندما نوجه هذه التحية نتمنى على التنسيق أن يكون هناك تنسيق لا شك لكن نتمنى أن يكون هذا التنسيق أكثر فاعلية وأن يكون دقيقا أن يكون دقيقا لأنه كما تعرف الذي يتحكم بالقرار العراقي الاستراتيجي العسكري هو الإدارة الأمريكية ومن يرى غير ذلك فهو واهم دكتور في مستهل هذه الحلقة أشرت مباشرة إلى ما بعد مدينة حلب وإلى أرياف حلب هنا السيناريو أريد أن أعرف إذا كنت توافق هذا السيناريو والذي يقول أنه يمكن أن تفتح تفتح القواعد الأمريكية في تركيا للقيام بعمليات إنزال جوي بالصيغة تحت عنوان إنساني في ريف حلب للحفاظ على ما تبقى من تلك الفصائل الإرهابية ومنع انهيارها الكل سيدي أنت تعرف أنا قلت منذ أمد بعيد يعني منذ اندلاع الأزمة السورية وتدخل الأطراف الخارجية حكمت لأن هناك مؤامرة لذلك قلت الأزمة السورية هناك مؤامرة هذه المؤامرة هي التي تخطط لإسقاط الدولة السورية وتخطط للقبض على أيضا الممرات الاستراتيجية التي تتحكم بالغاز والنفط وغير ذلك ينبغي أن لا يغيب هذا عن بالنا ومن ثم عندما نفكر بمستقبل سوريا ينبغي أن نفكر أيضا بالمصالح التي يمكن أن وهذا قد لمسه السيد الرئيس وتحدث عنه كما تعرف في تصريحاته وفي مقابلاته من أن الدول التي ساعدتنا ينبغي أن تكون حاضرة معنا في المستقبل إذن حضورها في المستقبل وحضورها الآن أصبح مصلحة مشتركة لنا ولهم ولذلك علينا أن نفكر بالخطط الأمريكية من أجل أن نفوت على الإدارة الأمريكية كل ما تخطط له من مواجهة وأنا لا أتخيل على الإطلاق بأن هناك نية على الرغم من هذا التصريح من أن هناك نية مبيتة للتدخل المباشر للتدخل المباشر بالشأن السوري فهناك من يقوم بالمهمة يمكن أن تكون تركيا ويمكن أن تكون الدولة الصهيونية وأنت تعرف كيف تتدخل الدولة الصهيونية في هذا الاتجاه هناك وكلاء يعني يمكن أن يحركوا وكلاءهم ويمكن أيضا أن يحركوا بعض المجموعات المخابرتية للتدخل في هذا دون أن يظهر هذا الأمر أو هذا التخطيط للعلن وهنا طبعا سوف تتغير اللعبة من جديد ولا نعلم كم سيبقى العمل العسكري كم سيبقى العمل العسكري مستمرا على الأرض السورية بالنسبة لما أكدته وزارة الدفاع الروسية وللأسف ما شهدناه داخل الأحياء الشرقية هذه التنظيمات التي قبل أن تخرج بسويعات قليلة من تلك الأحياء بذلك الاتفاق الذي ضمينه الروس ارتكبت هذه المجزرة بحق نساء بحق أطفال قتلوهم بتوجيه النيران إلى رؤوسهم مباشرة من مسافة قريبة وهناك بعض الجثث تم تقطيعها إلى أشلاء لماذا يفعلون هذه وأنت الأديب والباحث دكتور هنا قضية فكر لا تسأل المتوحش لما يتوحش هو بالأصل خرج عن مفهوم الأنسنة ومن خرج عن مفهوم الآدمية توقع منه أن يصدر أي شيء الشيء الثاني هذا المتوحش عندما يرى في نفسه دما الذئب عندما يجرح يصبح أكثر شراسة وربما يقتل مثل ما يقال أبناء جلدته لذلك هؤلاء الذئاب الآن لم يعد أمامهم وهم مهزمون منكسرون مخذولون إلا أن يلجأوا هذا طريقة الإنسان المتوحش الفاشل الذي أخفق في كل شيء وغاب عن ذهنه أن الحق في نهاية المطاف صحيح أنه ربما يبدل كثيرا من الدماء وربما يبدل كثيرا من التضحيات لكنه في نهاية المطاف سينتصر والشعب السوري يدرك تمام الإدراك الآن وأصلح الحلبيون وغير الحلبيين معنيون الآن بالدفاع عن وجودهم معنيون بالدفاع عن دولتهم معنيون بالدفاع عن وحدة شعبهم وأرضهم وينبغي أن لا يكون هناك موقف غير هذا الموقف لكل الناس بعد هذه اللحظة أيضا على الحكومة الروسية كما نعرف أن تدرك تماما من أن هؤلاء الأناس الذين تم الإعاز إليهم على نحو ما والرضى بما فعلوا إن لم يكن هناك إعاز فهناك رضى من مشغليهم أن يدركوا أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الحرب العدوانية التي تجري في سوريا مهم جدا توثيق كل تلك الجرائم دكتور أليس كذلك وأنت حاسب الدول التي تعاونت معها ليس هذا لاحظ معي الدولة الروسية تأتي بالتوثيق والدولة الروسية تأتي بالقانونيين وبالمحاميين وهي تلتزم بالمثاق الدولي كما تعرف وتعترف بسيادة الدول ولذلك عندما طلبتها الدولة السورية لبت هذا النداء للحفاظ على سيادة دولة وكرامة شعب من هنا نقول على الجميع أن يقوموا بعملية توثيق للجرائم وعلى الجميع أيضا أن يكون هناك إعلام واعي مدرك لما ينبغي أن يستفاد منه من هذه الجرائم الوحشية ليست كل الجرائم يمكن أن تعرض دفعة واحدة أو يمكن أن تعرض في وقت واحد ولكن علينا أن ندرس كيف نستغل هذه الجرائم أولا على صعيد مواجهة المواطن الغربي وليس مواجهة أنفسنا الآن بدأنا ندرك أو أكثرنا بدأ يدرك أولئك الضبابيين أولئك الرماديين الذين كانوا في بداية الأمر على مثل ما يقولون في مخلب آخر بدأوا يعودون بدأوا يعودون وهم يدركون أرجو أن يكونوا قد أدركوا من أن ما جرى لسوريا مؤامرة شرسة وعدوان شرس جاء لكي يقضي على هذه الدولة التي على الأقل تطرح بعض العنوانات الكبيرة على مستوى الوطن العربي ولم تتنازل ولم تتخلى عن كل المبادئ التي كانت تؤمن بها هذا الجانب مهم ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أبدا الشيء الثاني ينبغي وهذا أتمنى أن نتوجه بكل هذه الجرائم الموثقة بالزمان والمكان والطبيعة والكيفية وبأشرطة وبشهود وبشهود أيضا وهم كثيرون إلى أيضا تقديم دعاوة ليس فقط على مستوى المحكم الجنائية الدولية وإنما على كل المستويات على المستوى الثقافي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الآله لأنهم يخرقون جميع الحدود المجتمع الأهلي المجتمع الأهلي ينبغي أن يبصر بهذه الجرائم المجتمع الأهلي في الغرب عندما نحن نضغط على المجتمع الأهلي الغربي يمكن أن يضغط هذا المجتمع على نحو ما على حكوماته نحن للأسف حتى الآن لم نصل إلى مثل هذه المرحلة تساؤل أخير يسمح به وقت هذه الحلقة للأسف مضى الوقت سريعا معك تنظيم داعش الإرهابي والذي تأسس وكما هو معروف للجميع 2004 نعم وبدعم سعودي طبعا أمريكا من أسسه في العراق يتوعد النظام السعودي بهجمات وينشر أنه يريد أن يستحدث عشر ولايات جديدة إضافة لدولته الإسلامية المزعومة يخرج بالتزامن وزير داخلية النظام السعودي ويعترف من خيرات أكثر من ألفين سعودي في صفوف التنظيمات الإرهابية معظمهم في سوريا وسمى بعض الدول لكن قال أنهم معظمهم في سوريا مقدمة لماذا؟ ما الذي يريد أن يقوله النظام السعودي؟ في كتاب سوريا الاستهداف والمؤامرة تحدثت عن مشروع الشرق الأوسط الجديد ومن ثم مفرزات هذا المشروع وكيف يرى التقسيم الوطن العربي من جديد إلى قانتونات جديدة يعني بعد مئة عام من سيكس بيكو لابد من تقسيم جديد والتقسيم موضوع إذا لاحظت حسب برنامج برنارد ليويس كما هو هذا مفكر أمريكي معروف للجميع وتبني هذا المشروع على نحو الماء منذ سنة 1983 إذن هذا المشروع قائم وأنت تعرف أن المشروع الآن ينفذ ليس بأيدي ليس بأيدي الغرب مباشرة وإن بأيدي للأسف أبناء جلدتنا أبناء جلدتنا لذلك هذا الإسلام السياسي المتصهين الذي أصبح موجوداً بشكل تنظيمات مثل تنظيم داعش يمكن أن يقوم بهذه المهمة هو قال في البداية كما تعرف أنهم يتجهون إلى الخندق الأول فإذا ضربوه وسحقوه سهل عليهم سهل عليهم أن يتجهوا إلى أي باقي الأسفار إذن الحاجز الأول الصلب عليكم أن تهدموه إذا هدمتموه فقد وصلتم إلى كل شيء عفوا من هنا كان الاتجاه أنا قلت أيضاً في كتاب الآخر حتى في الأزمة السورية الذي كتبت وصدر عموزان الثقافة في مواجهة ثقافة التكفير الإرهابي من أن خطر داعش ليس خطراً على سوريا خطر داعش هو خطر على البشرية برمتها ومن كان يظن أنه سيكون بمنأة عن هذا الخطر أيضاً فهو واهم لذلك أنا أرى اليوم إذا أردت أن تكذب هكذا يقولون بعد المجال بعد الشهود لا تأتي بشهود حتى يخلصوا الآن من سوريا مسالمين ونحن نتمنى على العالم كله أن يدرك وعلى السعوديين أنفسهم أن يدركوا من أن هؤلاء الإرهابيين الذين ربوهم مثل ما يقولون سمن كلبك يأكلك إذن هؤلاء الذين ربوهم سيكلونهم هم قبل غيرهم شكراً جزيلاً ومن هنا أنا أتمنى أن ننتهي في سوريا من هذه المجموعات الإرهابية والعصابات المتوحشة حياكم الله الرئيس السابق لاتحاد الكتاب العرب الأديب والباحث الدكتور حسين جمعة على كل هذه المعلومات والتحليلات القيمة والشكر الكبير لكم متابعين إنما كنتم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر